اهلا بكم مشاهدين الكرام ولا اولى ملفاتنا حيث اعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم الاثنين ان موسكو ستستلم منظمة او تسلم منظمة الدفاع الجوي S-300 الى سوريا خلال اسبوعين على خلفية سقوط طائرة الاستطلاع الروسية ايه المائتين او عشرين الاسبوع الماضي كما اوضح شويغو خلال كلمة متلفزة نقلتها قناة روسيا اليوم ان موسكو ستطلق قبالة سواحر سوريا التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الاقمار الصناعية والطائرات هذا والتزمت تل ابيب رسميا بالصمت حتى عصر اليوم عن اعلان وزير الدفاع الروسي بشأن منظومة الدفاع الجوية هذا ومن المتوقع ان يثير اعلان موسكو الجديد ردود افعال متحفظة من قبل اطراف اقليمية ودولية المزيد في سياق هذا التقرير للزميل عبد الكريم مبارك في خطوة روسية تصعدية ردا على اسقاط الطائرة العسكرية في الاجواء السورية والتي ادت الى مقتل نحو 15 جنديا روسيا اعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ان موسكو سترسل الى سوريا نظام S-300 المضاد للصواريخ خلال اسبوعين بناء على قرار الرئيس الروسي ستقوم وزارة الدفاع بتسليم القوات المسلحة السورية منظومات الدفاع الحديثة S-300 خلال اسبوعين المنظومة الدفاعية قادرة على اعتراض اي طائرة على بعد اكثر من 250 كيلومترا ويمكن ان تضرب عدة اهداف في الجو في وقت واحد وعلى الرغم من ابداع اسرائيل مرونة كبيرة لاحتواء الازمة الا ان موسكو حملت تل ابيب مسؤولية اسقاط الطائرة واصفته بانه متعمد وانه سيأخذ العلاقات بين البلدين الى شكل اخر مؤكدة في الوقت نفسه على ان هذه الخطوة ستساعد على تعزيز سلامة جيشها المتواجد على الاراضي السورية من دون ادنى شك وفقا لخبرائنا العسكريين فان سبب هذا الحادث المأساوي كان بسبب التصرفات المتعمدة للطيارين الاسرائيليين والتي بالطبع ستضر بعلاقاتنا لكن الشيء الاساسي هو ان تتخذ الحكومة الروسية اجراءات ضرورية وفعالة لضمان سلامة قواتنا في سوريا وكما هو معروف ان رجل الكريملين بوتين لا يحب ان يقترب احد من اسواره فلم يكتفي بارسال الصواريخ الى سوريا بل اوعز لوزير دفاعه بالتشويش على اتصالات اي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق البحر المتوسط جاء ذلك بعد خطوة اعتبرت موجهة الى اسرائيل اذا غلقت القوات الروسية عددا من المناطق في المياه الدولية شرق البحر الابيض المتوسط امام الرحلات والملاحة البحرية قرب سوريا ولبنان وقبرص حيث لم يعد بامكان الطيران الاسرائيلي تحليق فوق الاجواء السورية وصول الاس 300 الى دمشق خطوة تريد بها موسكو تعزيز نفوذها في البلاد كما وترسل رسائل واضحة للدول المجاورة بانها اللاعب الاساسي والمحوري وهو من المؤكد لن يرق للكثير من الدول الفاعلة في الازمة السورية خاصة وان واشنطن قد اعلنت سابقا رفضها تسليم النظام السوري المنظومة الدفاعية وقالت انها ستكون وسيلة يغطي بها على جرائمه ضد المدنيين وفي ظل التطورات العسكرية الاخيرة ميدانيا يبدو ان الخطوة الروسية ستغير معادلات الاشتباك على الارض وستقلب بشكل جذري الموازين الميدانية رأسا على عقب خلال المرحلة المقبلة وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الصناعي العقيد عبدالله الاسعد الباحثة وشؤون العسكرية من غازي عنتاب في البداية ورحب بك يعني ما هي مخاطر انشاء او تسليم مثل هذه الصواريخ للنظام السوري المساء الخير لك ولا السادة المشاهدين يعني في الواقع الاسلحة اسلحة الحرب الالكترونية السابقة التي كانت لدى نظام الاسد هي عبارة عن اسلحة نظام تشويش الالكتروني تقليدي كانت قد استلمتها قوات نظام الاسد من كوريا وتم التعديل عليها تقنية من قبل خبراء ايرانيين في ادارة الحرب الالكترونية السورية الآن نظام الاسد التصريح الاول لسرقي شويغو وزير الدفاع بانها ستقيم اولا نظام كهرومغناطيسي على السواحل البحر المتوسط قبالة السواحل اللاذقية يعني الشاطئ السوري بالكامل هذا الموضوع يعني اذا ما جئنا الى تقنية الاسلحة اسلحة الصراع الالكتروني الموجودة لدى موسكو والموجودة لدى تل أبيب طبعا سنرى بان دون التحيز لأي طرف وانما نحن نتكلم من مبدأ تقنية الحرب الالكترونية اسرائيل المنظومات منظومات الحرب الالكترونية وانظمة الصراع الالكتروني وانظمة التشويش الالكتروني على الطائرات لدى تل أبيب هي اقوى من المنظومة الموجودة لدى روسيا طبعا يعني ما توصلت الي موسكو من ان الطائرة ليس كما صرحت اسرائيل بانه قامت يعني طبعا وهذا امر يعني مستغرب جدا انه قامت باطلاق رشقة على الطائرة التي اسقطت الى عشرين طبعا الصواريخ الموجودة سام خمسة الموجودة لدى نظام الاسد هي موجودة في المنطقة الوسطى فلذلك يعني اتوقع ايضا حتى صفقات السلاح التي قدمتها موسكو لدمشق قدمتها بكفالة ايرانية بعد ان تقوم ايران بدفع نصف المبلغ من الصفقة حتى تأتي بالصفقة السلاح الى نظام الاسد نعم ورغم ان هذه صفقة عقيد عبدالله ستعزز قواتها هي وليس ان كنت بالاستماع عفوا على المقاطعة يعني هذه الصواريخ بعض البعض يقرأوا انت اشرت ربما الى ضمانات ايرانية وغيرها ولكن البعض يقرأوها ان روسيا تريد ان تعزز من نفوط اقليمي داخل سوريا ربما او بمعنى اخر انها استغلت سقوط حدثة سقوط الطائرة وتزويدها للنظام ليس حرصا على النظام السوري بقدر ما هو تعزيز لنفوط اقليمي لموسكو في المنطقة هل تتفق مع هذه الرواية نعم ان كنت بالاستماعي البعض يرى بان هذه الخطوة هي تعزيز نفوط روسي على المنطقة في سوريا وليست دعما لتعزيزات او صواريخ دفاعات نظام الاسد انا انا لا افهم السؤال اذا كان السؤال موجه لي نعم لك موجه لك سيد عقيد عبدالله السؤال موجه لك نعم ممكن تعيد السؤال مرة اخرى لاني لم اسمع الى نهايته طيب البعض يقول بان هذه المنظومة الدفاعية مقصود منها تعزيز نفوط روسي في المنطقة وليس لدعم لنظام الاسد هل تتفق مع هذه الرواية عقيد عبدالله نعم بالتأكيد هي لن تعطيها النظام الاسد اساسا يعني غرف العمليات الموجودة الان ومراكز الرادار والدفاع الجوي الموجودة على الراضي السورية يعمل بها ضباط روس ولا يوجد فضائين ولا يوجد رادارين يعني بعلم الدفاع الجوي يوجد فضاء واحد ويوجد رادار يعني ادارة واحدة وقرار واحد بالنسبة لموضوع اطلاق الدفاع الجوي فمنظومة الاسد 300 المحور يعني المحور الأول ستقوم بروسيا بتقديمه لقواتها المتواجدة في سوريا وليس دعم لنظام الاسد بالتأكيد هذا يعني قولا واحدا بالنسبة لموضوع المنظومة وبالنسبة لموضوع التشويش الكهروماغنطيسي على الساحل طبعا يعني ستستخدم موسكو يعني أقصى ما عندها من تقنية الكترونية وأتوقع بأن هذه التقنية ستكون قاصرة عن مواكبة الحرب الألكترونية لتل أبيب لأن يعني منظومات أسلحة الدقة العالية لدى إسرائيل من الصعب حتى إذا شوشت على الطيران جدلا يعني لو فرضنا ذلك لا تستطيع أن تشوش على أسلحة الدقة العالية الموجودة لدى إسرائيل إسرائيل لها باع طويل في موضوع التشويش على الطيران الروسي الذي قاتل في عام 1982 في لبنان حيث لم يرى أي شيء من الشاشات الرادار للطيارين وحتى على بطاريات الدفاع الجوي التي كانت تنتشر من البقاع إلى العنق السوري جميعها دمرت في ما يسمى الطلعة الجوية أو الموجة الجوية التي تقوم بها إسرائيل فأتوقع الآن أن يصبح الوضع معقد في ظل تقنية إسرائيلية عالية مع ما ستقدمه موسكو ليس لنظام الأسد وإنما لقواتها المتواجدة على الأراضي السورية هنا مجموعة الأس 400 المتواجدة حول حميمين في الساحل السوري طبعا سيقوم نظام الأسد أو نظام موسكو بزرع نظام اللفاع الجوي لديه من منظومة إسرائيلية إلى عمق الأراضي السورية حتى يصل إلى تقريبا محيط دمشق وتكون بذلك عززت تواجدها لأنها تعرف بأن كثير من قطاعات الفضاء لا تستطيع أن تغطيها دفاعات نظام الأسد ورادارتي لأن كثير منها قد دمر خلال الثمان سنوات الماضية ابقى معي فقط دكتور عقيد عبدالله الآن أنتقل مباشرة من نابلس دكتور كمال علون الكاتب والبحث السياسي عبر الهاتف في البداية أرحب بك هل يمكن أن تعترض بعض الدول الإقليمية على هذه الخطوة وربما تعتبرها تهديداً لأمنها القومي منظومة جديدة لدى النظام الأسد من وجهة نظرك بسم الله الرحيم شكراً لقناة الحوار وشكراً لك أفي منصور حقيقة يعني من الوضع الإقليمي في المنطقة في المشرك العربي هو وضع على مفترك طرق ووضع خطير جداً والكثير من الدول يمكن أن تعترض على مضابات الصواريخ أو لمنظومة الصواريخ الروسية S-300 ولكن يعني إذا ضفنا إلى ذلك أن هناك بعض الدول الإقليمية لديها طلبات بشراء من موسكو من الجيش الروسي من 400 مثل إيران ومثل تركيا وكذلك الحال بالنسبة للسعودية أما بالكيان الصهيوني حكومة تلابيه تنظر بعين القلق خيال هذا الوضع الجديد وبالتالي هي لم تسمح بذلك وكما يعني كما علمنا في الصابت يعني كما قامت طائرات سلاح الجو الصهيوني بقسف يعني مضابات السورية التي كانت في البقاع في لبنان في القرن العشرين المنصر يعني وقامت بتدميرها ولكن يعني الوضع إذا أشرف على هذه المنظومة من الصواريخ الروسية إذا أشرف عليها الجيش الروسي فإنها ستكون حادة وتضرب في العمق الصهيوني وتضرب يعني الطيران الحربي الأمريكي الصهيوني F-15 و F-16 وحتى F-35 بينما إذا اعتبد عليها النظام البعفي السوري قوات بشار الأسد أنا برأيي لن تكون حالة وخاصة في المرحلة الأولى لأن عمليات التدريب تمت عام 2013 وكما أعلن وزير الدفاع ووزير الحربية الروسية اليوم بأنه كان يفصلت أن تتسلم سوريا منظومة الصواريخ ورادارات المتقدمة في عام 2013 وتم تاجينها بناء على ضغطات إذا أحيونية وتنسيق روسي إذا أحيوني للأسد بالتالي لا منتظر كثيرا من هذه المنظومة طيب فقط لضيق الوقت دكتور علونيخ وخاصة إذا كانت محدودة الفعالية أو مقيدة فقط لضيق الوقت هل تزويد موسكو للنظام السوري هذه المنظومة هو إعلان لقطيع مع تل أبيب أما أنها الخطوة كما كان يشير ضيفي من غازي عنتاب بأن ربما حتى الدفاعات أو التقنيات العسكرية الإسرائيلية ربما تفوق ذلك وأنها لن تعني شيئا في النظام في المنظومة العسكرية هل هي قطيعة الآن مع تل أبيب من وجهة نظرك هل تتفق مع ذلك؟ أخي منصور هي ليست من قطيع وكما يعلمنا اليوم عبر وصال الإعلام أن الكراملين قال لأن يسقاط الطائرة الروسية في السماء السوري بطائرات أو بصواريخ أمريكية في السماء وطائرات قد طيارون فهينة هي لم تؤثر شيئا على المدى البعيد أو المدى القريب حتى بالعلاقات الروسية الصهيونية وذي قدر لبرمان وزير الجيه الصهيوني قال بأن الطيران الحربي الصهيوني سيبقى يصول ويجول في سماء لبنان وفي سماء سوريا المطلوب ليس للنظام السوري ليس إس ثلاثمائة وإنما إس أربعمائة أن تكون فعالة حتى لا يمكن أن تشوش عليها يعني الآدارات الصهيونية في الكنسيوني بفلسطين المحتلة يعني المطلوب يعني هو أن يكون الروس يعني على قدر مسؤولية وحتى يدافع عن أنتوسيل يعني دوري بأس القواعد العسكرية الروسية والمواقع الإيرانية والمواقع السورية ومواقع حزب الله وكان يأتي الرد أنه سيكون الرد في الوقت والزمان المناصبين وحتى الآن لم يتم الرد إذا قصفت تل أبيب ببعض الصواريخ أنا برأي يعني لا يمكن لكل حمايات القبة الحديدية أن تتصدى للصواريخ إذا قصفت تل أبيب بصواريخ فهذا سيكون ردع من الجانب الصهيوني من الجانب السوري أو الجانب الروسي أما إذا بقي الحال كما هو عليه فإنها ستبقى يعني الأجواء السورية في مرمى الصواريخ والطيران الحمد أسرعوني بإمتظام طيب دكتور كمال علاونا الكاتب والمحلل السياسي من نابلس كنت معي عبر الهاتف أشكرك شكرا جزيرة وإن كان لا يزال معنا عقيد عبدالله الأسعد الباحث في الشهور العسكرية يعني هذه المنظومة هل ستدفع إلى تصعيد آخر في المنطقة وتعد استفزازا لدول كبرى مثل الولايات المتحدة على سبع المثال من وجهة نظرك نعم يعني أنا أتوقع بأن منظومة S300 إذا سلمتها للروسيا لنظام الأسد لو فرضنا أنها ستسلمها يعني لن تبقى أكثر من أسبوع ستقوم إسرائيل بتدميرها لأنه عندما كان في بداية عام 2000 أراد نظام الأسد أن يأتي بهذه المنظومة طبعا مباشرة ذهب الوزير الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي إلى موسكو ومنع من توردها إلى سوريا فلذلك هذا لدى إسرائيل خط أحمر ستقوم بتدميرها كما دمرتها في السابق لأن إسرائيل كما قلت لك لا تريد أن تكون دولة متفوق عليها حيث أن طائرة العشرين تمتاز بصفات معنوية كما هي طائرة الأوكس الأمريكية وقامت إسرائيل بإسقاطها في الواقع أن من ينظر إلى حيثيات الموضوع يرى أن نظام الأسد بهذه الصواريخ موجود عندما لا يستطيع إسقاط مثل هذه الطائرة الروسية فلذلك روسيا تعلم ما قبل ما أن من أسقط هذه الطائرة هي إسرائيل فلذلك لن يكون هناك أتوقع على الأرض السورية بالكامل تزويد بـ S300 وأنما أتوقع هذا لتعزيز قدرات القوات الروسية وستكون محدودة وسيكون في المستقبل صراع معقد جدا وخاصة الصراع اللاسلكي الألكتروني أو الصراع التشويش الألكتروني الذي سيبلغ حدته بين موسكو وبين إسرائيل مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع لأن لا تريد طبعا بعد أن تهاول نظام الأسد عسكريا لن تسمح أمريكا وإسرائيل لهذا النظام أن ينتشي من جديد العقيدة عبدالله الأسعد الباحث في الشؤون العسكرية عبر الأقمر الاصطناعية كنت معي من غازي عن تابع أشكرك شكرا جزيلا